يوم تاريخي زي ما قلنا تاني وزي ما قلنا في المقدمة وبغض النظر أرجع أقول تاني عن اختلافاتنا سواء السياسية أو اختلافاتنا مع من هم نحن مختلفين معهم سياسيا أو مشاكلنا أو تحفظاتنا ولكن في الآخر السلبية هي في عدم المشاركة حتى لو حتنزل تبطل صوتك انزل ابطل صوتك بس ما تقولشي مش هنزل نحن نهارده في المرحلة الأولى المرحلة الأولى من انتخابات 2011 هي كالآتي القاهرة الإسكندرية بورسعيد دومياد كفر الشيخ الفايوم السيوت الأكسر والبح الأحمر ساعدنا يكون معنا في الستوديو عشان نفهم أكتر رزاية تيم عملية التصويت في المنطقة البساطة جدا هنتعاون معاكم من قبل بدخل رقم القومي عشان تعرف بزبط ديارتك فين إيه اللي يحصل بعد كده نورنا في الستوديو دكتور محمد السعيد إدريس خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس وحدة الثورة المصرية السباح الخير يا فانتو السباح الخير خلينا نبدأ فعلا زي ما قولنا في منطقة البساطة من أول ما بدخل الرقم القومي على السايت الموجود على الإنترنت عشان نعرف الدائرة بتاعتي هي إيه عايزة بس حارك تشفح للسادة المشاهدين في منطقة البساطة اللي بتهم لان فيه ناس لحد دلوقتي مش عارف اتعمل ايه طبس خلينا اول اعلق على يعني بشكل سريع جدا كلام المقدمة المهمة لكلمة بسألة الناس تروح تصوت ولا ما تروحش تصوت يعني انا فيه عندي دافعين دافع وطني ودافع شرع ديني الدافع الوطني انا بلدي بتمر مرحلة انتقالية صعبة جدا وفيه حاجات انا موفق عليها حاجات انا مش موفق عليها وفيه دناء بمشارك واحنا بنقول المشارك الانسان المشارك هو احد معالم الدولة العصرية دولة المتطورة ان الانسان فيها مشارك بينزل هو طرف بلدنا ممكن تضيع مننا ما بضلش قاعد تتفرج واقول ده عاجبني وده مش عاجبني لما يسميهم حزبك كان بعدين يتفلسفوا ويقولوا مش عاجبنا مش عاجب وهم اقملواش حاجة خالص ما بيعملوش بينتقدوا بس انا عندي الان لازم بقى انصر فاعل واتعود ان انا بقى صحب قرار اتعود ان انا بقى صحب قرار حتى لو عندي ملاحظاتي او حتى لو عندي ملاحظاتي اقول انا اتحرك حتى عملية الانتخابية ككله يعني يمكن هو ده الفكرة اه اجل الامر التاني انا ما ادعو الان للشهادة للشهادة يعني انت بهذه الانتخابات رايح تشهد على ناس انت بتوكلهم ان هم هيحكموا باسمك يعني القضية مش قضية سهلة يعني ايه هو انا نزل اقول رأي لا انا مش نزل اقول رأي انا نازل اختار من بين المرشحين دول من اوكله من ينوب عني للدفاع المصالحي من يحكم باسمي يعني دي سلطة تشريعية زي الرئيس والحكومة سلطة تنفيذية البرلمان اللي هو مجلس شعب ومجلس شورى سلطة تشريعية احنا 80 مليون 85 مليون ما نفعش نقعد في قاعة عشان نحكم ولكن كل 100 ألف أو 200 ألف بيختاروا واحد رح يحكم باسمهم واحد ينوب عنهم طيب احنا لما واي واحد مننا عنده قضية ايا كان نوعها بيعمل ايه بدور على المحامي مزبوط ولا لا بيدور على المحامي اولا يقول عايز محامي شاطر مش خايف ما يضيعنيش تاني حاجة محامي امين ما يبعنيش الخص مزبوط طب زكاة القضية هي مصر كلها اشتازة مدور على حد محترم عشان هينوب عني هيقعد هو رح يعمل احنا ده مجل الشعب بجد سلطة التشعية بجد وظيفته ايه خليني اخو من هذك الكلام اللي هذك بتقوله ان كيفية اختيار المرشح المناسب وكيفية اختيار المرشح اللي فعلا هيقدر ان هو يوصل وجهة نظري انا بقول انا باختار واحد رح يحكم باسمي لازم اجيد اختياره لازم انزل اختاره لان ده هيعمل مهمتين اتنين ما كانش بيحصل ابدا قبل كده مهمة الاولية هي التشريع بنشتيك من القوانين الظلمة تم الغيه واعمل القوانين صحيح هو ده اللي هيعمل كده اللي حصل لنا حصل لنا ليه ليه نظام مبارك بقى نظام مستبد ظالم طاغي فاسد ان ما كانش حد بيرقبه حدش بيتابعه مجل الشعب عود مجل الشعب وظيفته انه بيشرق القوانين اللي يصالح شعبه ثم هو بيحاسب وبيتابع ويرقب الرئيس رئيس الوزارة والوزراء بيعملوا ايه بيشتغلوا ايه ميزانياتهم ايه ثرفوا في ايه عشان لما هم يحسوا ممتابعين مش نائب خدمات بس عشان بس في حلط مبيل اتنين انا لما مصر تمشي وتنطلق للخير كل الناس هتحس ان خدمات هتعمل نرجع بقى نرجع بقى ان انا اقول ان ان فعلا قالت ان انا لا لا يحق لي ان انا مروحش الانتخابات لازم اروح اشهد لان اللي هو كاتم الشهادة اثموا قلبهم طبعا فعلا وساكت عن الحق شاتنهم اخرصوا وعدين اختار الافضل لان دي شهادة حق او شهادة زور طبعا لان الشهادة يعني الظالمة من الكبائر طبعا شهادة الزور من الكبائر طبعا خلينا بقى ان يشوف عشان كده نعملي اول شيء اول شيء المفروض ان احنا بنخش على موقع الانترنت او على ال 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 علشان اعرف انا مكان ديرتي فين ولكن ممكن اكلم في التليفون اكلم مئة واربعين دليل بيقول لي بقول له رقم رقم القومي ايه بيقول لي انت هتنتخل في المكان الفولاني وفي خدمة رسائل قصيرة كذا نظر كويس بس انا قبل كده لازم اعرف اتعرف على النخمين باي طريقة انا مراش ادور اقول لي انا هنتخل مين او مش هنتخل مين لازم اتعب شوي اعرف مين احنا المرات الانتخاب قانون الانتخابات قسم لنا الانتخابات الى نوعين انتخابات انتخاب قائمة وانتخاب فردي هقول لو انا افترضت ان دايرتي اللي انا بيح انتخب فيها تكون من ست اقسام ست اقسام هنا في القاهرة مثلا ست اقسام جامعوا ست اقسام عملهم دايرة واحدة ست اقسام كل قص بيمثلوا اتنين في مجلس الشعب يبقى اتنين في ستة بكام باثناشر القانون قال التلتين قائمة والتلت فردي يبقى التلتين اللي اتناشر كام تمانية يبقى القائمة عندي تمانية 8 اشخاص 8 اشخاص 4 منهم فئات و4 عمال وفلاحين متوازعين 1 2 3 4 5 6 7 8 وكل قائمة بتمثل مجموعة احزاب او حزب واحد والقائمة اسمها القائمة المغلقة انا باختار قائمة كلها الزبط انا لابد اتعرف على القائمة دي قبل ما اخش اللجن لان اعضاء التمانية انا اخش اللجنة مش هلاقي اسماؤهم اسماؤهم هخش اللجنة على الرموز هخش هخش اللجنة عند القاضي هقدم له رقم القاومي هيتسجلني واديني ورقتين ورقة اولى فيها اسماء القوائم كل حزب او كل قائمة باسمها ورمزها فقط التمانية مش مكتوبين التمانية برة انا ادور عليهم واعرفهم واختارهم اوكي وباختار القائمة كما هي يعني اسمائي المعلم على رمز مثلا الحرية والعدالة ده رمزه الميزان علمت عليه او الفانوس او الشمعة او ايا كان رمز انا بختار قائمة واحدة هم مثلا عشرة او خمستاشر او عشي انا بأعلم على واحدة او كترة مصرية انا اخترت 8 نواة اخترت 8 نواة اوكي تمام حلو جدا الورقة التانية مكتوب فيها اسماء المرشحين الفردي هم عندنا مسلا في بعض الدوائر في القاهرة 160 مرشح هم علي ان انا انا داخل اختار اثنين اثنين واحد فئات واحد عمال وفلاحين لو اخترت اثنين عمال وفلاحين اوكي ماشي لو اخترت اثنين فردي مش اه قالوا لو اخترت اثنين فئات ماشي مھ اخترت ورجع Everyone السليم بقى السليم واحد عمال وفلاحين واحد فئات تاهم يعني الهو ال甘ام بختاري اثنين المنطقة كنت مختار الزمان مم بختاري اثنين اعلم على اثنين بس من 70 س legal من المية مال120 اعلم على اثنين وارجع بالورقتين يقول لي اروح public الصندوق الصندوق القيمة احط ورقة القيمة صندوق الفردي احط ورقة اللي فردي ارجعتني يحطين صباعه في الحبرة ان انا انتخط والسلام عليكم. بس انا بسطة جدا. يعني انا بدخل بسجله اسمي. بس لازم او بابصم احنا لازم لما بتخلص ترجع تاني. برجح تاني عنده امضي او بابصم. امضي او بابصم ان انا جيت. ان انا سجلت حضوري. وبعدها. بعدين اروح لحب رسالي. يعني مش اخلص اصلاح احنا تعودنا عشان كمان الاستفتاء او كده احنا ان خلص خلصنا وروح لحب رسالي ونشي نطلع. امضي او بابصم. لازم دي مهمة جدا. بعد ما علم على الورق بتاعي و بيدي انا. باش حد يقولك حتى احطه لك. لا لا. انا انا باخد منه الورقتين واخش في مكان في سطارة. حد بيشوفني خالص غير ربنا اللي بيتبعني. وده مسألة امانة بقى قلنا. ده امانة. طبعا. امانة. انا راح اختار بين القوائم هاختر قيمة. ما بين الفردي هاختر اتنين. واحد فئات واحد عمال وفلاحين. اعلم كل ما طوب ان انا مجرد ان انا اعلم. القيمة. الم جاف. ايه جاف? مش قلم رصاص. لا رصاص يتمسح طبعا. اه. الم جاف. وما فيش اي حاجة. مسلا في اسم كنت تقولك ايه? يعني محبة وكده يعلم وكده يكتب. انا بحب الراجل ده جدا. لا لا. علامة فقط لاخير. عشان ما يفسسش صوتي وما ازيش اللي انا انتخبته. وما فيش اي حاجة انتحط على الورق. اخير. الخالص. تعليم. جاف. تعليم. اعمل صح. صح كده على القيمة. الزبط. فقط. وعلى اتنين في الفردي. في الفردي. بس. صحيح. ويتأكد انه هو بعد الشي. تأكد انه هو مضى او بصم جنب اسمه. انه هو بعد ما يخلص العملية. بعد ما يحط الورقة في الصندوق. تمام. اوكي. طيب. خلينا يا فادم نتكلم. بسيطة المسألة يعني مش. مسألة بس. هي بسيطة بس معلش عايزة اه. اولا ننتخب. الصعوبة. الصعوبة فيها ان انا اعرف قبل ما اخش اللاجنة انا هنتخب مين? ده صحيح. نتعك شوية. نتعك شوية. طيب يمكن اه موضوع الكتلات ده يمكن سهل المواضيع شوية. لان كل كتلات بتدي. التكتلات بتدي برنامج انتخابي فالناس بتبقى عار الفكرة نفسها في الفردي. اه. ازين انا احنا نتعرف عليهم. ما هي دي المشكلة لمشكلة مشكلة الانتخابات بشكل عام. وده نقطة اللي بتتأمل للانتخابات. ان ناس كتيرة جدا. وبذات يمكن في المدن اكتر. مدن يعني عمارة مثلا من عشرين دور. كل دور فيه خمس شواء في منطقة صغيرة. ناس مزدحمة مش عارفين بقى. وناس بفجأة لوحة كده او اعلان او يفطأ فلان المرشن. مفيش تفاعل بين. انما يمكن في المحافظات الامر مختلف. صحيح. منتشرة. والعائلات عارفة بعضها. ده فلان ابن فلان بيروح وبييجي. ابن البلد عارفينه. مواقفه معروفة. مواقف اهله معروفة داخل حزب ما دخلش. صرته تتداول. اوك. انما في المدينة. مرة واحدة انت فجيت اسماء. انا نفسي. انا نفس في القاهرة. انا بقول. انا هروح ادور النهاردة. وانا هروح انتخب بكرة. عايز ادور. مين اختار. مين افضل المرشحين الفردين عندنا في المدينة حوالى مئة وسبعين مصر جدا. ومدينة ن مصر. اهل مئة وسبعين. انا شو بحد. طيب. طيب حررت نعمل ايه. يعني. دلوقتي مسلا فيه اتجاه اللي هو ايه. انا بسأل فحد يقول لي اه رشح هنا فلان. القايمة رشح فلان وهنا رشح فلان. وتكلع الله. لا. ماشي. بس اه. انا 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 ياجب. انا عزين ما نبسطش المسألة. انا بقول دي شهادة ومراقبة. شهادة اسمه مصر. وشهادة امام الله. يعني انت رايح المحكمة تشتش هتزور ليه? ده السؤال يا جماعة نفهم ان المسألة كبيرة حقول لحلتك. لان فكرة ان. مسألة كبيرة. حقول لحلتك ليه? في ناس كتيرة جدا زي ما حالك قلت تاني. لكثر عدد المرشحين. لكثر الفترة. احنا يمكن. يعني. يعني. فجأة سحينا لقينا. احنا. ماشي. خلينا نقول. خلينا. احنا دخلين. زي فريق منتخب. بي لسه بي. احنا دخلين تجربة الدموقراطية. سنة اولى يا دموقراطي. سنة اولى. سنة اولى. سنة اولى. سنة اولى. سنة اولى. هنعرف باعة. وارد وقاش الرجل اللي بتختاره ده رايح يبقى حاكم حاكم سلطة باسم أنا ما سيبهوش بقى يبرطع ويعمل على مزاجه بمعنى العلاقة بين الناخب والمرشح اللي هيبقى نائب عندما ينجح إن شاء الله يجب أن تستمر طيب حدريكي ممكن نفت نظرنا كمان لفكرة إزاي هنعرف فكرة الفوز أو يعني إزاي الناس هتنجح في الانتخابات النتيجة والفوز بص اقول لحضرتك حاجة أولا بالنسبة للفرد دي المسأل اللي احنا عارفينها كلنا اللي هياخد يعني نقول مثلا لو واحد خد خمسين في المية من عدد أصوات الدائرة الصحيحة لو قلنا في دائرة عدد أصواتها مئة ألف واحد خد خمسين ألف زائد واحد خمسين ألف زائد واحد مش واحد وخمسين ألف خمسين ألف صوت زائد صوت ده نجح خلاص ده نجح خلاص لو اللي حصل إن واحد جاب تلاتين واحد جاب أربعين وناس جابت بقى زي ما جابت أنا بعمل إعادة بالاتنين دول من أعلى اتنين جابوا أقل من الخمسين إعادة مرة جانية؟ في إعادة الفرد دي في إعادة على طول أيوة في إعادة يعني الفرد دي في إعادة يعني زي ما قلت لحضرتك إن اللي يجيب خمسين في المية من عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة زائد واحد صوت ده فاز من أول جولة من الجولة الأول خلاص من بارك له عنه لكن لو مثلاً تلاتين في المية خمسة تلاتين في المية واربعين في المية تحت تحت الخمسين هناخد أول اتنين أعلى اتنين أعلى اتنين تحت الخمسين وأعمل الانتخابات بينهم بعد أسبوع بعد أسبوع هعيد بين الاتنين دول طيب سؤال بقى نجل بالقايمة بقى طيب بس أنا القايمة بس قبل ما نروح على القايمة عايز بقى قلنا فيه موكر واحد فردي وكر واحد فئات واحد أو عمال أو فلاحين أو مستقل صح؟ أنا غلطان أيوة حلو قوي طيب لو حصل يعني طلع الاتنين اللي هم بيتنفسوا دول من نفس الفئة لو من العمال والفلاحين ما فيش مشكلة هيعيدوا بعها بعض طيب لو انتنين فئات لو الاتنين فئات لا طيب إيه اللي عمل بقى لازم أخذ انزل يعني أخذ أعلي أعلى واحد فيهم واعتمدوا فئات واشوف أعلى واحد عمال وخليه يعيد مع الفئات الأولات لإني لازم خمسين في المية لازم خمسين في المية على الأقل عماله فلاحين ترجمة نانسي قنقر